اشتركوا في القناة 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 عندنا بكرا ان شاء الله لقاء وحيد لقاء البنك الاهلي مع بيرمتز على استاد القاهرة الدولي ولقاء مؤجل ما بين زعيم الثغر الاتحاد السكندري والمارد الأحمر النادي الأهلي جذوى للترتيب قبل انطلاق لقاءي اليوم الاهلي على القناة الاهلي على القناة الاهلي على القناة الاهلي على القناة متربعا بعد ملاعب 18 لقاء وحقق منهم 44 نقطة ثم الضغط بيأتي من بيرمتز وفيوتشر اصحاب المراكز الثاني والتالت ب39 نقطة لكل فريق الاتحاد السكندري رابع ب36 نقطة الزمالك خامس ب33 نقطة المقاولين سادس ب32 نقطة المصري سابع ب28 نقطة وبعدين ثلاث فرق بتتساوى ب27 نقطة فرقه في المركز الثامن سموحه في المركز التاسع وغزل المحلة في المركز العاشر فرقتين ب25 نقطة سراميك كليفاترا في الحداشر وأسوان في المركز الاثناشر وبعدين الدخلية بيأتي في المركز التلاتاشر بعد ما ترك مسلس الخطورة وحقق 20 نقطة من 21 لقاء طلاق الجيش بيأتي في المركز الاربعتاشر ب17 نقطة وبنفس رسيد ام في صاحب المركز الخمستاشر وبعدين ندخل على مسلس الخطورة الاسماعيلي في المركز الستاشر ب16 نقطة وبنفس رسيد حرس الحدود ب17 نقطة وأخيرا واحدة من مفاجئات النسخة الحالية من الدوري المصري ممتاز فريق مدجج بالنجوم ولكنه بيأتي في المركز الاخير ب14 نقطة من 20 مباراة وهو البنك الاهلي بعد الفاصل ندخل في اللقاء فنيا ونشوف موجهة علي ماهر مع ايمن الرمادي هتبقى عاملة ازاي لقاء صعب في اجواء صعبة على استاذ حلو وجمهور جميل هيكون موجودة نهاردة اكيد علشان يدعم فريقه فريق أسوان اللي بيسعى اكيد لتأكيد بقاءه وسط الكبار في موجهة فريق بيسعى لحصد لقب أو حصد مركز يأهله لدور اطال افريقيا في الموسم القادم بعد الفاصل كابتن عبدالسطار صبري وكابتن شادي محمد وكابتن جمال حمزة في استاذ مصر